فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في رقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل إزد كنت في الحلقة السابقة تكلمت عن الأعرابي الذي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الهجرة وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل له نصيبه من الغنائم فإنه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه جاء رجل من الأعراب الذين يسكنون البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنمة رسول الله عليه الصلاة والسلام سبيا غزوة خيبر سبيا والنساء السباية يعني نساء زي الأسير للرجل السبية للنساء فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ولم يكن معهم كان يقوم على رعاية ظهرهم للإبل والخيول وغيره فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قال قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قسمته لك هذا نصيبك من الغنائم فقال الأعرابي ما على هذا اتبعتك ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا وأشار إلى حلقه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما على هذا اتبعتك أنا لا أريد الدنيا ولا أريد شيئا من الغناء لكن أنا اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا أشار إلى الحلق فأموت فأدخل الجن فأدخل الجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق إن تصدق الله يصدق يعني إن كنت صادقا في ما تقول حقق الله لك سبحانه وتعالى ما تريد ما ما تريد النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يوجهه هذا نصيبك من الغنائم وهذا يعني مشروع لنا إنما هو وجد عزما وإصرارا أن هذا الرجل لا يريد الدنيا وشعر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق في كلامه إنما يريد الشهادة يريد الشهادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن تصدق الله يصدق تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار يعني كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام أن أرمى بسهم هنا في الحلق بالفعل جاء السهم في المكان الذي حدده تماما فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أهو هو أهو هو يعني الذي قال هذا الكلام أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم فكان فيما ظهر من صلاته أي من دعائه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك أنا شهيد على على ذلك الحديث عند النسائي وغيره يعني صحاحه الألباني وغيره وعند صحاحه الألباني في صحيح سنة النسائية وفي صحيح الترغيب الترغيب والترغيب والترغيب وغيره ستجد أن النبي هنا عليه الصلاة والسلام صلى على على هذا الأعربي رضي الله عنه وهذا من أدلة الذين قالوا بمشروعية الصلاة على على الشهيد مشروعية الصلاة على الشهيد ولذا كان السؤال القادم هو في الصلاة على الشهيد شهيد المعركة شهيد المعركة شهيد المعركة البخاري بواب في صحيح باب الصلاة على الشهيد الصلاة على الشهيد وأورد تحت هذا الباب حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في سوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخزا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيام وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم ولم يصلي عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصلي عليهم اسمه اتفقنا عليهم وأيضا الأورد البخاري تحت ذات الباب حديث عقب ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد على أهل أحد صلاة وعلى الميت هذا بعد ثماني سنوات بعد ثماني سنوات فصلى عليهم النبي بأمر الله سبحانه وتعالى وعندنا حديث الذي ذكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الأعرابي الذي قتل في المعركة لذا نجد الصلاة على الشهيد شهيد المعركة فيه خلاف بين أهل العلم ولكل أدلته ولكل أدلته فالشفعية أكثرهم قالوا يحرم الصلاة على الشهيد وهو الصحيح عند الشفعية هو الصحيح عند الشفعية قالوا شهيد المعركة يحرم الصلاة عليه وقال اخرون من الشافعية لا تجيب الصلاة عليهم لكن تجوز لا تجيب الصلاة عليهم لكن لكن تجوز الامام احمد قال نقل عنو ابن قدامة انه يرى ان الصلاة مستحبة وليست واجبة ان الصلاة على شعيد المعركة مستحبة وليست واجبة وارى ابن حز يعني رحمة الله جواز الامرين جواز ان تصلي عليه او لا تصلي او لا تصلي عليه او لا تصلي عليه ابن قدامة نقل قال الشعيد اذا مات في موضعه يعني في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وقول مالك والشفعية واسحاق ورويه عن احمد وعن احمد رواية اخرى انه يصلى عليه وهو قوله الثوري وابو وابو حنيفة وابو حنيفة عليهم رحمة الله اذا نخلص نستطيع ان اجمع ابو不過 ل nothing وابو ح Personen في الاطين ان اكثر ان اكثر اهل العلم على ان شهيد المعركة لا يصلى علي وهذا مذهب مالك والشفعي واسحاق ورواية عن احمد ورواية عن احمد انه شهيد ان شهيد المعركة لا يصلى عليه كما قلت مذهب مالك والشفعي وإسحاق وغيرهم ورواية عن أحمد ولا أم أدلة من حديث جابر الذي ذكرته ذكره الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على قتل أحد وكان يجمع بين الشهيدان ولم يصل عليه وأيضا حديث أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في دمائهم ولم يصل عليهم غير حمزة الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورواها أبو داود غير حسنه الباني في أحكام الجنائز وغيرها الرأي الثاني تجي بالصلاة عليه زمزم أبو حنيفة والثوري وابن المسيب وغيرهم ولهم أدلة من أدلاتهم حديث شداد ابن الهاد الذي ذكرته أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وحديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أحد بعد سمان سنوات وإن كان من قال لا يصلى عليه حمل الصلاة هنا على الدعاء على المعنى اللغوي نعم والفريق الثالث قال يجوز الفعل والترك فإن صلى فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن وهذا ذهب إليه ابن حازم ورواية عن أحمد ورجحه ابن القيم جمعا بين نصوص الواردة في هذا الباب وأنا أميله الحقيقة لهذا القول لهذا القول أنه يجوز أن يصلى على شهيد المعركة ويجوز أن لا يصلى عليه ويجوز أن لا يصلى عليه جمعا بين الأدلة الواردة في الباب والله أعفو بعضهم يقول أن المسلمين ذهبوا إلى خيبة التي على مسافة منهم حوالي 165 كيلو متر شمال المدينة بمسافات الآن من أجل الغنائم ومن أجل كذا ومن أجل كذا وهذه فريا وشبهة فهذا لم يحدث هذا لم يحدث وأنا ذكرت لك حديث الأعرابي الذي رفض أن يأخذ نصيبه من الغنائم وهذا الأعرابي الذي ألف السلبة والغزوة والنهبة في الجاهلية كعادة الأعراب أو عادة غالب الأعراب فلما استقر الإيمان في قلبه فلم يقبل ثمنا لجهاده إلا الجنة إلا الجنة فبقياس الأولى أنظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي الذي نشأ على ذلك على الغزو والسلب والنهب في الجاهلية فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهل يتقول بعد ذلك متقول ويقول فتع الخيبر من أجل المالي والغنائم أو يتهمون المسلمين بظلمهم لليهود وهم الذين مسلمون دعوا اليهود قبل القتال دعوهم إلى الإسلام قبل القتال وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية اليهود على هداية اليهود ونحن رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام الله عنه لما أعطاه الراية في ليلة الفتح خيبر فقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه اليهود التصالح وأن يقوم في ديارهم رغم هزيمة اليهود خيبر واستسلام يهود خيبر ورغم أنهم قتلوا عبد الله بن سهل الأنصري وحلفوا أنهم لم يقتلوا فدفع دياته الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام حاشاء أن يظلم حاشاء أن يظلم صلى الله عليه وسلم لا اليهود ولا غيرهم لكن هم الذين ظلموا أنفسهم بنقدهم العهود وبخيانتهم ومحاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات ومحاولة قتل بعض الصحابة عدة مرات حتى يهود خيبر هؤلاء سنرى يعني أنهم حاولوا قتل عبد الله بن عمر بعد ذلك بعد عفاة النبي عليه الصلاة والسلام في أيام خلافة عمر رضي الله كما سيأتي بإذن اليهود لما قتلوا عبد الله بن سهل الأنصري حلفوا أنهم لم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام دفع دي فيأتي السؤال التالي طيب ما هي القسامة يعني أنهم حلفوا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام كذا بحلفهم فشريعتنا القسامة وهي قسامة حقيقتها كالقسم هو أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوا قتلا بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ليكونوا فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو بالعكس يقسم المتهمون يقسم المتهمون على نفي القتل عنهم نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية لم تلزمهم الدية هذه هي هي القسامة وفيها يعني تعالى نأخذ فيها حديث يوضح هذه المسألة وقصة هذه المسألة مسألة القسامة القسام من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله وعنهما أن حويص ومحيص ابناء مسعود أسماء يعني عربي حويص من أسماء يعني اللي كانت موجودة بين العرب حويص ومحيص ابناء مسعود ابن زيد وعبد الله وعبد الرحمن ابني سهل ابن زيد يعني كأنه خرج أربعة حويص ومحيص ابني مسعود ابن زيد وعبد الله وعبد الرحمن ابني سهل ابن زيد خرجوا إلى خيبر يمطرون منها تمرة يمطرون في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي يومئذ صلح يعني بعد الصلح بعد الصلح كما ذكرت لك أن اليهود يتصالحون لكن ينتاجون أي فرصة للغدر للغدر وهي يومئذ صلح وأهلها يهود أهل خيبر يهود فتفرق أي هؤلاء الأربعة في النخ فعدي على عبد الله ابن سال فكسرت عنقه اعتدوا عليه فكسر عنقه ثم طرح في منهر أي فتح في الحصن يدخل فيها الماء أو منها الماء من مناهر عيون خيبر ففقده أصحابه فالتمسوه حيث وجدوا فغيبوا وقالوا للذين وجدوا عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا علمنا قاتلا إذن هم قالوا نحن ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم قدموا على رسول الله عليه السلام أي ثلاثة من الصحابة فأقبل أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويص ومحيص وهما كان أسن من عبد الرحمن فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبي وأراد أن يتكلم هو الذي قتل هو أخوه لا شك أن حرارة لقتل الأخ أكثر أشد من حرارة لقتل ابن العم فأراد عبد الرحمن يتكلم فقال يعلمه النبي عليه السلام الأدب فقال رسول الله عليه السلام ليبدأ الأكبر فصمت عبد الرحمن وتكلم حويص ثم تكلم محيص ثم تكلم عبد الرحمن ثم تكلم عبد الرحمن فقالوا يا رسول الله عليه السلام انطلقنا إلى خيبر فوجدنا عبدالله ابن سهل قتيلا في قليب من بعض قل بخيبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تتهمون قالوا نتهم اليهود نتهم اليهود ليس بخيبر عدو إلا يهود إلا يهود ماذا سيفعل معهم النبي عليه الصلاة والسلام أرجع ذلك بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين نخرج إلى فاصل على أن نعود عليكم بإذن الله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد للرب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الحلقة بإذن الله رب العالمين قبل الفاصل كنت أتكلم عن القسامة والقسامة هي أن يقسم خمسون من أهل القتيل وخمسون من أهل القاتل كما سنرى في الحديث الذي ذكرت بعضا منه قبل الفاصل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الأربعة من أبناء العم حويصة ومحيصة وعبد الله عبد الرحمن خرجوا إلى خيبر ليمطرون منها طمرا يطلبونها طمرا فعدي على أحدهم وهو عبد الله بن ساه رضي الله عنه فكسرت عنقه قتلوا يعني وطرحوه في منهر كده فتح في الحصن يعني يأتي منها الماء أو أخوه وأبناء عمي أخذوا يبحثون عنه فوجدوه مقتولا فسألوا اليهود الذين قتلوا في أرضهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فقدم السلاسة على النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن ساهل كان أصغرهم أراد أن يتكلم أولا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليبدأ الأكبر فصمت عبد الرحمن تكلم حويصة ثم تكلم محيصة ثم تكلم عبد الرحمن فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انطلقنا إلى خيبرة فوجدنا عبد الله بن ساهل قتيلا في قليب من بعض قلو خيبرة البئر يعني المنهر الصغير القليب البئر المطمور فقال النبي عليه الصلاة والسلام من تتهمون قالوا نتهم اليهود نتهم اليهود ليس بخيبر عدو إلا اليهود فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم يعني يعطوكم الدية وإما أن يؤذنوا بحرب وإما أن يؤذنوا بحرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان اشترط عليهم عند الصلب على أن لا يخضروا على أن لا يخضروا فكتب النبي عليه الصلاة والسلام لليه يهود فاردوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن والله ما قتلناه إن والله ما قتلناه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام له حويصة ومحيصة وعبد الرحمن لكم شاهداني يشهدان على قتله على من قتله قالوا يا رسول الله عليه وسلم لم يكن سمى أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يكترئون على أعظم من هذا آوالله وقد يكترئون على أعظم من هذا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تأتون بالبينة على من قتله قالوا لا شهود ائتوا بالبينة قالوا ما لنا بالبينة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع يدفع برمته يعني يكون على واحد منهم هو الذي قتل يقسم خمسون منكم على ذلك وفي رواية قالت تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم يتأخذوه تبتصون منه قال يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا ما شهدنا ولا حضرنا وفي رواية كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم خمسين من يمينا اختاروا استحلفوا خمسين وفي رواية قال فتحلف لكم يهود خمسين يمينا ويبرؤون من دم صاحبكم تتهمتم الآن اليهود ولا تعرفون من الذي قتله لا عندكم شهود ولا بينا فاليهود اقسموا خمسين قسما انهم لم يقتلوا خلاص المسألة يعني يرفع عنهم هذا الاتهاء فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف نقبل ايمان قوم كفار ما هم فيه من الكفر اعظم من ان يحلفوا على اسم النبي يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يشرع صلى الله عليه الصلاة والسلام فلما رأى ذلك كره رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يبطل دمه ان يبطل دمه فوداه من عنده اي ان النبي عليه الصلاة والسلام دفع الدية صلى الله عليه وسلم فبعث اليهم بمئة ناقة من ابل الصدقة الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهم سترى في الحديث يعني الغدر من اليهود وهذا تكرر منهم تكرر منهم عدة عدة مرات كما رأينا وكما سنرى طالما نتكلم عن يهود سترى الغدرة والخيانة ونقض العهود والاكاذيب سترى كل كل ذلك السؤال التالي هو عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيب كيف نوجه هذا وكيف نفهم هذا حديث جميل فنرى كيف كيفية توجيه هذا الحديث وننظر إلى يعني أسباب الورود في الحديث نقول سبب الورود في القرآن نقول سبب النزول نقول سبب النزول فمن حديث ساهل بن سعد ساهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال افتقى رسول الله عليه الصلاة والسلام والمشركون يوم خير يودي فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره يعني بعد أن انتهى من القتال ومال إلى المعسكر ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام العرب كانوا يقاتلون نهارا ولا يقاتلون علي وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل لا يدعو لهم شاز ولا فاز إلا اتبعها يضربها بسيف يضربها بسيف يعني شاز ولا فاز يعني المراد لا يترك أحدا يترك أحدا يعني الشاز المنفردة يعني عن الجماعة وقيل الفاز أيضا كمثلها أو قريبا منها والمراد يعني كل نفس أو ما كبر وما صغر فهذا الرجل كان لا يدعو شيئا ليود إلا يعني يقتل ويقاتل فقال رجل من الصحابة يعني ما أجزأ من اليوم أحد كما أجزأ فلان له لا يترك أحدا ده لا شاز ولا فاز إلا إلا و اتبعه يضربها بسيف ما أجزأ يعني ما أغنى من اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار طب إزاي في الظاهر كده إزاي ده الرجل كما شهد له الصحابي يعني لا يترك شيئا لا شذ ولا فز إلا تبعه بسيفه يضربها والنبي عليه الصلاة يقول إنه من أهل النار فقال رجل من القوم لما سمع هذا لأتبع عنه لأتبع عنه أي صاحبه كده خفية لأرى ما السبب في دخوله النار مع أن الظاهر أنه من أشجع الشجعان أشجع الشجعان فكان كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه فجرح الرجل جرحا شديدا هو الذي لا يترك شز ولا فز له فقيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل في سبيل الله اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى النار إلى الان لم يحل الإشكال إلى النار فكاد بعض الناس أن يرتاب يعني حديث بعض حديث الإسلام وغير من الأعراب يعني ما استطاعوا أن يجمعوا ما بين الأمرين بين الظاهر من شجاعة الرجل وبين ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فكاد بعض الناس أن يرتاب فبين ما هم على ذلك جاء من يقول إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على ألم الجراح فاستعجل الموت فاستعجل الموت فوضع نص سيف بالأرض وذبابه أي رأس السيف فاشتد بين سدياي وذبابه بين سدياي يعني أضع رأس السيف على الأرض وطرف السيف كده طرف في صدري كذا ثم تحامل على سيف يعني انتحر تحامل على سيف حتى خرج السيف من بين كتفيه فاشتد رجالهم من المسلمين أسرعوا كان المسألة بالنسبة إليهم كاللغز فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق الله حديثك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا إلا بعلم من الله سبحانه وتعالى هذا من علم الغيب من علم الغيب انتحر فلان فقتل نفسه فقتل نفسه فإذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله وقال الجزء الذي كان في بداية السؤال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار لكن هنا في زيادة مهمة جدا توضح لنا المسألة بإضافة إلى ما ذكرته من الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس أي هو يعني يخفي شيئا في قلبه في باطنه ويظهر شيئا آخر يعني هو منافق هو منافق فالناس تظنه أنه من الصالحين ومن كذا ومن كذا وهو منافق ومرائي إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة طبعا الرجل لا يدخل فيها المرأة فيما يبدو للناس يعني باطنه خلاف ظاهر وإنه لمن أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس سيقول هذا لا يعمل عملا صالحا ولا يتصدق ولا كذا ولا كذا فالرجل خير ولكن هو لا يجهر بالعبادات السرية العبادات السرية وفيما يدونه إنه لمن أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم ثم أمر بليلا رضي الله عنه فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم وفي رواية إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر بالرجل الفاجر أي بالرجل الفاسق سواء يعني فاسق مسلم فاسق أو كافر فاسق قد تطلق على الكافر أحيان يعني إن كان نفاقه نفاقا عقديا يزر الإسلام ويبطن الكفر إذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن يعني مؤمن خالص احترازا من المنافقين من المنافقين نعم أو المعنى يعني إنه لن يدخل الجنة مع أول الداخلين بأنه طالما واحد بالله سبحانه وتعالى وليس منافقا نفاقا عقديا فإنه إن شاء الله عزبه إن شاء غفرا لكن مآله إن عزب مآله إلى الجنة مآله إلى إلى الجنة فهنا هذا الرجل هل كان هو من المنافقين نفاقا عقديا الله أعلم أو هو من أهل النار إن لم يغفر الله له سبحانه وتعالى الله أعلم أو هو ليس من الداخلين مع أول الداخلين إلى الجنة الله أعلم كل هذا قال به فريق من أهل من أهل العلم والله أعلم الشاهد أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم وقد يخدع الناس بظاهر وعنى هناك نفاق لا يعلمه يعني ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى طبعا نحن كيف نضبط هذه المسألة ولو فتحنا الباب فكل واحد يقول هذا منافق هذا يصلي نفاقا هذا يتصدق نفاقا لا نحن لنا الظاهر نحكم على الناس بحسب الظاهر لنا كما قال عمر دلعان في خطبته في أيام خلافاته إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الوحي يقول هذا منافق هذا فعلا كذا هذا فعلا كذا لكن الآن وقد انقطع الوحي فنحن نأخذ بما ظهر لنا من الناس ونكلوا باطنهم إلى الله الله يحاسبهم على هذه الصرائر فإن أظهروا لنا خيرا خلاص قابلنا منهم زي ونكلوا الظاهر الباطن إلى الله وإن أظهروا لنا شرا فإننا نحاسبهم على هذا الشر ونحكم عليهم بحسب هذا الشر وإن ادعوا أن باطنهم فيه كذا وكذا إننا لم يعني نؤمر بأن نفتح قلوب الناس ونفتش فيه بواطنهم إنما نحن لنا الظاهر فيما ظهر لنا من الناس فيما ظهر لنا من الناس والله أعلم نعم سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كان في أثناء خيبر أصيب أصيب في ساقه في ساقه والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نفس في ساقه ثلاثة نفسات حتى برأت بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نرى ما يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يقول يروي عنه يزيد بن عبيد قال رأيت أسر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة قال هذه ضربة أصبتها يوم خيبر وفي رواية أصابتني يوم خيبر قال يوم أصبتها قال الناس أصيب سلمة أصيب سلمة رضي الله عنه فأتي بي رسول الله أتي بي معناه أنه جاء به محمولا يعني كانت الإصابة شديدة لا يستطيع أن يمشي على على ساقه فأتي بي رسول الله عليه الصلاة والسلام فنفس فيه سلاسة نفسات النفس وفوق النفخ فوق النفخ النفخ قد يكون بغير ريق أو بريق هفيف ليس التفل كده هو فوق النفس هذا فوق النفخ هكذا قد يكون بغير ريق أو بريق خفيف فنفس فيه ثلاثة نفسات يقول سلمة فمشت كيتها حتى الساعة حتى الساعة هذا الحديث عند البخاري عند البخاري وغيره هذا بالطبع فيه يعني كما هو وواضح معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إذ لما دعا ونفس ثلاثة نفسات على صاق سلمة رضي الله عنه شفاه الله سبحانه وتعال كنوا بهذا وصلت إلى نهاية حلقة اليوم أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصاحب وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوان الحمد لله رب العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون